الزجل هو شعر عامي لا يتقيد بقواعد اللغة خاصة في الإعراب وصياغ المفردات ونصدم على أوزان البحور القديمة وأوزان مشتقة منها هنكلم النهاردة عن الزجل وإيه الفرق ما بين الزجل والشعر ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال لقاءنا مع الشعر راضي التعطاوي عضو رابطة الزجالين صباح الفل صباح الخير يا أستاذ النهارة وصباح الخير على كل السادة المشاهدين وكل عام وحضراتكم بخير وحضرات بخير بداية كده الفرقة بين الشعر والزجل الزجل هو نوع من أنواع الشعر الشعر هو المظلة الكاملة التي تشمل كل ألوان الكلمات والكتاب والزجل نوع من هذه الألوان وهو يعني يتصف بالبساطة والسلاسة ولون من ألوان اللي يناقش قضايا غالبا مجتمعية ويرتكز على اللغة العامية البسيطة لكن هو يندرج تحت الشعر لأن الشعر هو المفهوم العام والزجل جزء من هذا المفهوم هل هو عشان بالعامية فيوصل المستمع بشكل أكتر مثلا؟ هو عشان عامي ونقدر نقول والقصيدة العامية في حد ذاتها هي أكثر السرعة وانتشار لوصولها للجمهور لكن القصيدة العامية والزجلية قليلة الانتشار يعني خطوتها محدودة بالمعنى البلدي أو بالمعنى العامي اللغة العربية الفصحة تسافر عبر الأفق وحول العالم لكن القصيدة العامية أو الزجلية منطقية لأن فيها مصطلحات بيئية يعني ما أقوله أنا في الصعيد قد لا يفهم في النوبة وما يقال مثلا في مطروح لكن القصيدة باللغة العربية الفصحة تفهم في جميع مناطق العالم عشي كده أنا لما بحب بكتب قصيدة عالمية بكتبها باللغة العربية الفصحة لأنه بتديها ثقل وقيمة وانتشار طب احنا النار ده هنصبح على مصر بإيه بالزجل ولا بالشعر نصبح بقصيدة عامية عامية ونقول صباح الخير صباح الخير على المدنة صباح الخير على المدنة صباح الخير على الأجراس صباح الخير على شمسك على نيلك تاريخ أهرام يغنيلك صباح بسام بضحك الورد متعطر صباح رسام سماك بفرحة بتبطر ونبض الجلب يدعيلك صباح الخير على المدنة صباح الخير على الأجراس صباح الخير على سودك على جنودك على حدودك عيون حراس صباح الخير على المدنة صباح الخير على الأجراس صباح الخير على النسمة مع الفلاح في أحلى شروك صباح الخير مع البسمة على الملاح وموج البحر بكرة يروك يا كلمة حب في قلوبنا يا تاج الراس يا ضي الضي في قلوبنا يا ضوء نبراس صباح الخير على المدنة صباح الخير على الأجراس صباح الخير على برعم بيتعلم حروف اسمه ويتهجى حروف اسمك على الكراس صباح الخير على المدنة صباح الخير على الأجراس صباح الخير طيب عايزة عارف كده بداية حضرتك مع الشاعر والزجل كان انت وكان يعني حبك كان للشاعر دي كان نبع من ايه مين اللي كان في الاول هو اللي كان بالنسبة لك كقزوة وبالتالي انت مشيت على طريقه انا يعني بكتب شاعر من المرحلة الاعدادية وقد اكون كتبت في المرحلة الابتدائية ولم اكن ادري انه شاعر لكن عرفت فيما بعد في المرحلة الاعدادية انه ده بيكتب شاعر والموهبة تجلت اكثر في المرحلة الثانوية وظهرت اكثر في الكلية وبدأت اشارك في الفعاليات الثقافية ثم بعد التخرج بدأت انشر في الصحف الورقية اولا ثم الاذاعات وسلكت الاعلام من حوالي اكثر من 25 سنة لكن بكتب من اكثر من 32 سنة شاعر بل اكثر وقد اكون تأثرت بالبيئة لان احنا في الصعيد الصعيد ده ملهم هاي من فين بقى في الصعيد؟ محافظة سهاج مركز تحته واتوجه بالصباح لقريتي قرية عرب بخواج لان اهلي في قرية عرب بخواج من تزرير كل ابناء قريتهم فصعيد دايما ملهم البيئة الطبيعة الخضرة والاسرة الاجتماعية مجملها سواء الاسرة الصغيرة او العائلة تربط الاسرة والاستقرار الاجتماعي في الصعيد بيدي فرصة اكتر للموهبة ان تخرج للنور المدرس هو كان المدرس بصفة عامة واساتذتي في اللغة العربية لهم كل التقدير هم يعني اللي دعموني واكتشفوني بجد وقالوا لي ده مشروع شاعر فتوقعوا لذلك ايضا بعد ذلك يعني نقدر نقول حضرتك الجامعة الجامعة داتني فرصة ان انا اقرأ المراجع كان لسه ما فيش انترنت وما فيش حضرتك خريج ايه حضرتك واخد تربية جسم لغة انجليزية كلية في سهير جمعة جنوب الوادي وباحث ماجستير عمل دبلوما خاصة في التربية ودبلوما عامة ايضا وكانت رسالة الماجستير في جودة التعليم وعندي قموس في اللغة الانجليزية فريد من نوع عامله من حوالي ربع قرن حلو ابي يعني ايجادة في اللغة الانجليزية وكمان طبعا شعر وزجل واجادة اللغة العربية طبعا هو بلا شك اللغات بتخدم على بعض انا اصبح لدي رافض او النهر متدفق من المفردات انا كده لغة عربية اللغة الانجليزية اثقلتني بالمفردات والكلمات والافكار ايضا واحنا درسنا في تربية جسم اللغة الانجليزية درسنا الدراما ودرسنا الشار والادب فكله ده يعني بلور لدي وداني ثقل يعني افدني واكيد ادى الحقيقة كمان افكار جديدة يعني درست اللغة الانجليزية بيدي كمان افكار مختلفة عن اللغة العربية البحثة زي اين من الافكار اللي حضرتك يعني يعني اخدتها او تشبعت بيها من درستك للغة الانجليزية اولا المفردات ثانيا ادتني نوع جديد من كتابة القصيدة انا مثلا القصيدة في اللغة العربية لها نظم معينة لها بنية تركبية محددة سواء الاغنية سواء الزجل سواء التركيبة بتاعتها والبحور لكن اللغة الانجليزية ادتني فكرة اخرى ان انا اصيغ اغنية بشكل اخر اثقلتني في البنية التركبية واثقلتني في المفردات واثقلتني زي ما حضرتك تفضلتي في الافكار والمعاني جميل هنسمع ادواتي زجل ولا هنسمع حاجة بالفصحة هنسمع حاجة بالفصحة قصيدة اسمها انشود تحب لمصر وانا عايزة برضو حاجة زجل كده عن السعيد وجماله هاجيب لحضرتك لان كده مفردات معينة في السعيد الواحد برضو بيبقى مبسوط هو بيسمح بعد القصيدة دي نجيب لسعادتك حضرت الشرفلين انشود تحب هذه بلادي هذه بلادي قد سمت وتنفست عبقا ضليل شعب توحد جمعه جيلا تفرد بعد جيل يا مصر قد نادى الهوى وحمائم هتفت هديل فكنائس ومساجد رمز تعانق فوق نيل جرس يدق سماحة ومؤذن طرد الدخيل فنسيج وحدتنا على يتقاسم الحمل الثقيل فدماؤنا سالت معا والنصر يشهد بالدليل قص وشيخ غردا انشودة الوطن الجليل وطن تبارك في العلا والفرع من نبع أصيل بالحب عيسى قد دعا ومحمد صفح جميل ومراكب سارت بنا ميل لريح مستحيل قلب يعيش كراهة يمضي وحيدا كالعليل قلب يهيم بربه يأبى لحقد أن يميل كم حاقد مستعمر زرع الجفاوة والغليل وجد القلوب تألفت قد خاب عجل بالرحيل فالحب وحد شملنا ما أجمل الوطن المثيل بستان حب مصرنا تنضي على درب السبيل تنضي على درب السبيل الله وده مناسب طبعا أننا نحتفل 25 يناير بأيد الشرطة فمناسب بالجودة مع عيد شرطة للشرطة طبعا عيدنا لأنه عامل أكتر من خمس أغاني للشرطة كل السنة بعمل أغنية عندي أكتر من سبع أعمال ما بين العام والفصحة أنا حاسيت دي برد تنفع للشرطة دي وطن مصر حب مصر وهي الشرطة تحمي مصر تحمي الوطن فنحن نتقدم بالتهنئة لرجال وحماة الوطن في عيد الواحد والسبعين إلى أي مدى المشاعر الجميلة الفيادة اللي بتبقى موجودة جوانة في مناسبة معينة ممكن الزجل أو الشاعر يعبر عنها كلمة الشاعر هي جاء من الشعور والإنسان شعور لو ما تواجدش بداخله الشعور لأصبح كائن حي أو شيء في الحياة لكن الإنسان هو المشاعر والوجدان والعاطفة فالشاعر هو أسمى مش إنحياز عشان إنشاعر هو من أسمى المخلوقات كل الفنانين الموهبين ربنا أدهم حتى كده إنسانية ولذلك يعمل لنا معاناة وفي كتير من الشعراء بيصابوا بإنعزالية إلى حد ما بيعانوا معاناة مريرة لأنه دائما الشاعر ينشد المثالية وينشد الكمال فدائق هو مخلوق ربنا حباه بأشياء لم يعطيها الحقيقة أن كل الفنون يعني أي صاحف فن بيمرسه موسيقى غنى أي فن هو بيمرسه بيبقى عنده حتة فنية زادة حتة كمان إنسانية أكتر فبتلاقيه حتى ما فيش أي مثلا حد بتلاقي عنده أفكار شازة كده يكون فنين مثلا لا يمكن ما كانش يسوي بشبجة فنان نهائي وأنا لما يعني ذكرت ساعتك على إنه كل صاحب موهبة لكن مجمل الموضوع أن الشعر من أسمى ده دراسات معمولة لأن الشعر بيتعامل مع الكلمة فيه تركيز ذهني فيه تركيز لفظي فيه تركيز وجداني مجتمعي وكذا لكن لا يقلل أن كل الموهبين لديهم حس مرهب وكل الإنسان مرتقب بما شعره أصبحت زادت إنسانية أكتر لكن الشعراء يقال في حكمة وقال نصف نبي شعر يوحى إلي أنا معرفش الكلمة تجيني إمتى ولا فين ولا إزاي ولا عرفها عمي ولا فصحة ولا أني وقت فدي لحظات وميد فض من الله ضوء كده يأتي إلى الإنسان ثم يتبلور على ورق يصبح أغنية يصبح قصيدة يسعد قلوب الناس يعالج مشكلة يعالج جماعي معوضوع إنساني عايزة بقى حاجة تساعدنا كده بزجل عشانا نعمين نقول بالفصحة فنا عايزة حاجة زجل نقول حاجة هنا في حاجة الحوة بتقول هي سر حياه وكون بص شوف الستة حوة دا الجمال على كل لونه بالكمال المولى سوة هي بنتك كل هارك جوحنان أحلى ضحكة في كل بيت هي أختك بالمحنة وبالأمان سر روحك لو بكيت هي أمك نور حياتك مهما ضوء الشمس ضوة هي نور بالحب عاكس لو يغيب رح نبقى إيه هي نور لو جيه تعاكس هي نور لو جيه تعاكس ويل سخيف تغضب عليه هي زوجتك صنو روحك سطوة نسب الحب دوة هي سر حياه وكون بص شوف الستة حوة دا الجمال على كل لونه بالكمال المولى سوة هي عنوان التحدي والمثبرة والصمود مهما نور أو ريح مهما موج أو ريح يعدي صبرها فاقل حدود جلبي مخلوق للعطاء ربنا على الحمل جوة من يا ناس من بعسكينا كان مؤنس أو مذكر من يشوفها مستكينا من لحوة يا ناس تنكر هي وردة حياه مزهزة نهر خير بالحب روة هي سر حياه وكون بص شوف الستة حوة دا الجمال على كل لونه بالكمال المولى سوة جميل كل السيدات دواتي اللي بيشوفونا مبسوسين طبعا طبعا دا الحوة دي مش نصف مجتمع دا بجاة أكتب عايز أعرف كده كمان يعني مثلا في عيد الشرطة وأكيد استلهمت حضرتك حبة مشاعر أكيد طلعت في صورة زجل أو شاعر ايه أكتر مشهد أو حاجة صورة معينة في ذهنك تحولت ليه كلمات مكتوبة أكثر مشهد يعني تركز فيه وجداني وصميم حياتي وكياني الفيلم اللي كان فيه ما هضرنش اسم اللحظة دي اللي هو هذا الدوع به سم القاتل لما الشرطة أنقذت الرجل كان أستاذ عمد حمدي في المشهد وأنا كنت طفل لم أتعدى يمكن السبع ستمن سنين والسينما من خلال هذا الحوار تكشف مدى تأثيرها وفي وجدان الناس وتشكيل الوعي والمشاعر فالسينما من خلال هذا الفئة ويباين كمان أن الشرطة والأمن مش بس دور أمني لكن فيه دور اجتماعي وهم جدا إنساني وصورة معنوية لها جوانب عديدة يعني حقيقة الفيلم ده لما كنت أنا ما تعدشي ست سبع سنوات قد يكون أقل وشفت ماذا رجل الشرطة عمله عشان ينقذ هذا البطل اللي هو كان هيخد سم يعني بدأت أكبر بعد كده وأصدت كولة دي وجداني وفكري وعقلي شفت رجل الشرطة بيعمل إيه بيأمل حياتنا إزاي وبدأت أعرف من خلاله أسمى المعاني الإنسانية الأمن ومن أهدى الإنسان أو من يهدي يهدي أخيه الإنسان بالأمن ده أعظم واحد يعني أشوف أنا لما يبقى موقف رجل الشرطة يندفع في حريق ويطفي ولما يحصل مشكلة أهلك يمكن قد يكونوا بعيدا عنك لزروف ما ألوه الشرطة في كل موقف كل هذا يعني إحنا قدرنا نعبر بكلمة بسيطة لرجال الشرطة نقول لهم شكرا ومين هو الشرطة ده ابني وتلميزي وبن عمي وبن خالي وأخوي فلهم كل الشكر في عيدهم رقم 71 تعظيم سلام طبعا لكل ربط الشرطة شكرا يا أستاذ تعظيم سلام تعظيم سلام راجل الشرطة الهمام من قلوبنا بالمحبة ومش كلام للمباحث والقيادة والوزير صحب الريادة وامتنان الكل ظابط بالعزيمة لدور تصدة ضد فكر سفهم لابط أو شطان عن ناس تعدة واحترمنا للمجند والغفير في التيقظ والتأهب والنفير للعميد مأمور ملازم واللواء وعقيد ولازم شكر ليهم بالتحية والهتاف للنجوم فوق الكتاف تسلم الأسرة اللي ربت تسلم البطن اللي جابت مهما موجة أزمة هبت في كل لحظة بيبقى ثابت ابن مصر الله يصونه للوطن يحمف حصونه يا مطبق في الورادي للتسلم واستلام ربنا يحفظ يعين ربنا يحفظ يعين كل رائد أو مقدم أو معاون أو أمين جسم بنقطة أو في مركز أو كمين في القطاع أو في الإدارة والرقيب بالكفاء أو بالجدارة والنقيب كل مندوب كل فرد حر برد حارس الخدمة وتمام تعظيم سلام للي يجري كالمسارع لجلي يطفي بيت حريق اللي واقف جوه شارع يمنع الزحمة في طريق واللي تندهله بيجيلك وانت في الأزمة وفي ضيق لولا شرطة دي بينتش فيه اللي يدوس في الغابة نملة لجلي تأمينه بيفتش واللي بينفذ بحملة والتحر بكل دقة لجلي توضيح الأدلة لولا شرطة هتبقى فوضى والضعيف هيعيش بزلة مين بيسهر للنهار لجلي أمنك يستتب يحمي منشأ يحمي دار ينهي فتنة بتار تدب إن حرم ياخد إجسته في كل عيد روحه شلها فكه فوفه أي لحظة يكون شهيد لجلي عنا يا ناس تنام ألف ميت تعظيم سلام اللي يحميك من مبلطج أو فتوه اللي حامي بلدنا جوه جشو شرطة وشعب واحد التماسك زدنا جوه وفي الصدارة وفي الأمام راجل الشرطة الهمام أي تهديد جاه مهمه لجلي مصر فداها الدمه بالشجاعة يعيش مخاطر لجلي مصر بطيب وخاطر اللي أقسم مئة يمين بالصمود وبانتباه للوطن يرفع جبين وهم رفعين الجباه اللي ماتوا هو عنا كان يدافع واللي شايفينه بعنا من حياته وعمره دافع بين شكاوي والإشارة والمحاضر والبلغ بيقوله حاضر عمره ما جه يوم وكل ولا قصر ولا مل عمره عزمه فيهم مقل وروح تفانت في المهان تعظيم سلام للي ما نعنا استهرب كان مخدر أو أثار قاطعيد إرهاب تخرب أو خبيس يشعل شرار حصني لنا ضد مجرم أو لصوصته والظلام تعظيم سلام لراجل الشرطة الهمام ألف مئة تعظيم سلام الله جميل كل الصور الأمنية والاجتماعية والإنسانية اللي بيقوم بيها راجل الشرطة هي كاية موجودة خلال القصيدة الجميلة ده توفيق ربنا حضرت الزجل يعني أكتر حاجة متهيلي في الصعيد بيبقى هو منسبة لكو بتحبوه أكتر من الشعر بالفصحة صحي كده؟ هو ما نقدرش نعمم لأن الشعر في الصعيد حضرتك مليء دسم ففيه اللغة الفصحة رائعة في الصعيد وابن الصعيد هنام يكتب القصيدة الفصحة مميزة جدا وأعظم من كتب الفصحة هم أبناء الصعيد ثم بعد ذلك يأتي فن الواو ثم يأتي بعد ذلك الأغنية وأعظم من كتب الأغاني في مصر ورطة العربية هم أهل الصعيد وأنا أعتزز جدا أن أنا من الصعيد مصر وطبعا أعتزز بأن ابن مصر في مصر حلوة كل حتة في مصر حلوة الصعيد حلوة في حتة وبعدين بحر حلوة في حتة فكل يكون لنا صورة مصر الجميع فالصعيد يكتب الفصحة بقوة لأن اللغة العربية أقرب إلى الوجدان وأقرب إلى الإنسان في الصعيد لأن أبن الصعيد تحدث صغيرة عربية أكثر ويكتب الأغنية زي ما حذيك ذكرت ساعتك أن أهم وأشهر وأقوى من كتب الأغنية هم من أهل الصعيد وفيه فن الواو فيه فن كذا وفن كذا ففيه أيضا فن الزجل فن الواو اللي هو؟ فن الواو اللي هو؟ فن الواو حذيك ده عبارة عن أربع شطرات الشطرة الأولى والتتوافق مع التالتة والتانية تتوافق مع الرابعة فيه حاجة اسمها جناس تام أو جناس نقص الجناس التام يعني كلمة واحدة لها أكثر من معنى فهو بيأدي دور اجتماعي مهم اسمه فن الواو لأنه واو يعني كلمة كانوا يقولوا أنا بقى نعمل حلقة ما حضرتك عنه بيقول وجال الشعر فخدوا كلمة وجال الواو دي سموه فن الواو وقد يقول لي أسبابه بيبقى بالعامة زي الواو من أنواع العامة يعني مثل سبيل المثال بيقول يا تلج مهما تجمى التسيح يا تلج مهما تجمى التسيح وأصلك يا شجر حبة محمد وأخوه المسيح رسالتهم الله محبة وحضرتك الكلمة التسيح والمسيح ده جناس دام أو ناقص وحبة والمحبة جناس دام أو ناقص ده نوع من أنواع الشعر اسمه فن الواو ده مشهور جدا في الصعيد وخاصة قنة بالتحديد يعني تتميز فيه والصعيد يعني يبرز فيه لكن ابن الصعيد يكتب كل الله أنا أما برضو استعادية بأول الصعيد أهل وصالما كده بنت عمينا أنا عايزة أعرف الزجل لأن فيه كده مفردات في الصعيد خاصة بالبيئة زي يعني عايزة أعرف كده حاجة تقول لنا كده الزجل فيها بقى مفردات من البيئة الخاصة بالصعيد هو يعني البيئة الخاصة بالصعيد تنولت الكلمات والمفردات بتاعت البيئة يعني مثلا شفنا كتير الأستاذ عبد الرحمن الأبودي رحمة الله عليه أو من أبدعه في فن الزجل على وجه الخصوص يتنول كلمة الفرن الفرن البلدي اللي جاعدة فيها والدتي الكنون المحساس بتاع الفرن المحساس ده يعني حديدة طويلة كده أو خشبة بيتتنول أو السيدة بتجلب بها الرغيف جوة الفرن مثلا تلاقي الكن بتاع الفرن لما يقول لك مصطبة أجود هنا فالمفردات دي هي موجودة بقوة في الصعيد وتناولها الزجل لكن أيضا هو ملمس مع العمية طب قول لنا حضرتك كده حاجة فيها زجل المفادات الجميلة أنا يعني دوين في الشعر العربية لكن قصيدة حواء دي تلمس أيضا اللي أنا سمعتها لحضرتك والعمية تلمس أيضا مع الزجل بشكل واضح وخاصة تكون بوسيطة أنا ممكن أسمى حضرتك قصيدة اسمها أحمد ومينة تميل نصفها زجل ونصفها عامي ممكن أسمى حضيك لو لقت يسمعها عايز أعرف بس قبل ما يعني لو فيه وقت هاي قولنا لو فيه وقت نسمعها إحنا محتاجين إيه كحركة طبعا عضو رابطة الزجلين محتاجين إيه في الرابطة دي يعني هل مثلا مزيد من التدريبات ليهم قول لي كده محتاجين إيه كرابطة الزجلين أنا حضرتك أولا عضو اتحاد كتاب مصر وعضو اتحاد كتاب مصر ده أعلى منصب وعضو اتحاد كتاب العرب ومثقافي العرب وده يعتبر أعلى منصب في الوطن العربي وتشرف عليه الدولة بشكل مباشر وعضو اتحاد كتاب مصر ومثلوا الدولة داخليا ويمثلوا مصر خارجيا وهو طبعا يعني نقابة وكيان عظيم تأتي حضرتك رابطة الزجلين وكتاب الأغاني دي لها أكثر من 100 سنة وهي تهتم بمن يكتب الشعر سواء العامي أو الغنائي أي حد بحيث أنه عنده الملكة دي قدر يتوجهني والانضمام لهذه الرابطة يعني أبسط ومشاعي يعني منتشرة يعني وهي فيه فرع مؤسس اتأسس من حوالي سنتين ثلاثة الأستاذ جمال شيخون أستاذ محمد فروق في محافظة الصواج في فرع تعمل وهم كل شوية بيطوروا وانتشروا في المحافظة بياخدوا فروق في المحافظات لكن هي قديمة يعني تعدي أكثر من 100 سنة ويعني ليست لها شروط في الانضمام هي بسيطة لكن اتحاد الكتاب ده تقدم ثلاث أعمال يمروا على ثلاث على ثلاث لجان وامتحنات موضوع يعني كبير الانضمام للرابطة يعني مد انتشار أكتر لأنه فيه أبسط أي حد من الشباب عنده الملكة كتابة الزجل أو الشاعر ممكن يروح ل رابطة الزجلين رابطة الزجلين في سهاج أنا أتوجه بدعوة بعد إذن السيد يعني رئيس الرابطة بسهاج ورئيس العام والأستاذة صهاج يرحب بكل أبناء صهاج وكل أبناء الصعيد والفرع الرئيسي في القاهرة يرحب بأي من لديه موهبة أي كانت في الشعر بكل ألوانه أهلا وسهلا بيه والانضمام سهل جدا لهذه الرابطة وأنا برضو بعد كده يبقى تدريبات داخل الرابطة دي يعني هو بتتعامل ورش عمل حضرتك بتعامل برامج وفيه برامج أسبوعية وشهرية فيه تدريبات على كتابة الزجل كتابة الزجل كتابة القصيدة فيه درسة عهود مين بيعمل الدورات دي أيضا بالأضافة لوجود الرابطة أحب أتوجه أيضا أنا سكرتير نادي أدب تحت مدسينتيالو محاضر مركزي بالهيئة العامة لقصور الثقافة ففيه نوادي الأدب وقصور الثقافة عندنا نادي الأدب فيه تحت ونادي أدب في شطورة لأن أنا بيرحبوا بيه في المكانين فنادي أدب شطورة لسه كنا محتفلين بعد الشرطة والمرأة ببيت ثقافة شطورة من يومين زي بسمع أسكر المديرة ومنجلس الإدارة نتوجه لهم بالشكر ونادي أدب تحت قصة ثقافة تحت أيضا بيحتفل احتفلية كبيرة بعد الشرطة خلال الأيام العدت وفيه احتفلية تاني أيضا خلال يومين فنادي أدب تحت نادي أدب شطورة كل نوادي الأدب بترحب بكل ما لديه موهبة وفيه موعد ثابت حضرتك بنستجبل فيه الموهبين والمتحققين وبيتنبت تدربهم وبيتنبت تدربهم وبيتنبت دورات لهم يعني عشان إثقالهم أكتر تدربات ورش عمل وفيه النقاد رسد النقاد موجودين وبنعرض هذه الأعمال على الجان وفيه مصابقات بتعمى بتقام هذه المصابقات ومن الفائز ومركز أول وثاني وفيه تكريمات وعلى مستوى وفيه خلية نحل شغالة قوية جدا في الصعيد وفيه محافظة سواج طبعا نادي الأدب المركزي فيه سواج له كل التقدير والاحترام نوادي الأدب الفرعية احنا عندنا تقريبا 11 نادي أدب والوحدين احنا في محافظة سواج الذين حظينا وكان لنا حظ كبير أن يبقى فيه نادي أدب في قرية قرية شطورة فيها نادي أدب وده ما لما تجد نادي أدب وده دلالة على كثرة المبدعين وكثرة الكتاب وفي هذا المجال ربما البيئة كمان يعني بتساعدهم البيئة الهدية حضرتك نهر النيل يمر من عندنا صحيح الخضرة موجدة النفوس هادئة السماحات التربط الاجتماع زيما زكاة حضرتك الصعيد فعلا يعني بيئة خصبة لإنتاج كل ما هو جميل طيب نسمع بقى حاجة كده عن الوحدة الوطنية راح كنت قلت لي عليها أو ممكن نقل تسمع أنت أحمد ولا مينة هي تفرج عندي إيه كلنا ركبين سفينة وحلمنا بصين عليه لما واحد يبكي فينا كلنا بنمسحان إيه أنت أحمد ولا مينة هي تفرج عندي إيه مش بيفرج عندي رسمك ولا شكلك أي لون مش بيفرج عندي اسمك ولا دينك إيه يكون أنت أحمد ولا مينة هي تفرج عندي إيه كلنا من جنس آدم أصلنا صلصال وطين أنت مصري زي زيك نبقى ليه متفرجين أنت أحمد ولا مينة هي تفرج عندي إيه كنت غربي أو جنوبي أو صعيدي سيناوي نوبي خير بلدنا دي علينا ونفسي توبك هو توبي أنت أحمد ولا مينة هي تفرج عندي إيه ليه بننسى الإنسانية أب آدم حو أم لما تصفى الروح ونية جلبي وحضن إيه تضم أنت أحمد ولا مينة هي تفرج عندي إيه جلبك أنت يكون علي وجلبي ليك مليان عمار بين إيديك وبين إيدي تطلع الشمس بنهار أنت أحمد ولا مينة هي تفرج عندي إيه اسألوا نجش الزمان واللي ناس يفكروه ده الوطن حضن الأمان ليه يا ناس بتعكروه ليه يا ناس بتعكروه أنت أحمد ولا مينة هي تفرج عندي إيه هي تفرج عندي إيه يعني بتعبر فانا عن الحالة اللي احنا ما نعيشها كلنا مش هيفرق أحمد مينا احنا كلنا ساحة وطن مينا عن منظور الإنساني إخوات من منظور الوطن إخوات منظور كل حاجة احنا نورتنا الله يخليك بشكر طبعا الشاعر رادي التهطاوي وعضو رابطة الزجالين شكرا لحضرتك شكرا لفريق أعداد البرنامج دكتورة مونة والأستاذ صحر وكل أستاذة الزملاء شكرا لقلاه الثانية وبرنامج بنصبح عليكم شكرا لكل السادة المشاهدين وكل أهل وزملائي وأصدقائي اللي هما تكرروا مشاهدون وكل الجمهوري شكرا نهانا شكرا لحبيبك بشكركم على الحسن المتابعة إن شاء الله بكرة فريق أعمال جديد وإخبارات جديدة وبرنامجكم بنصبح عليك